يعني نحن ننقص من أجل صلاتنا بالسرحان وغيرها ننقصه الأذان فرصة لك لكي تضاعف صلاتك كيف؟ اسمع اسمع يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤذن يغفر له مد صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه تبهت لهذه العبارة وله أجر من صلى معه يعني إذا كان المؤذن يصلي معه مئة له مئة صلى أكثر أكثر طيب إن قلت لي أنا ما دخلي بالموضوع هذا أجر المؤذن أنا لست مؤذنا ومن قال لك أن هذا الأجر فقط للمؤذن يمكن أن تأخذ مثل أجر المؤذن فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني أفضل منا عطاه النبي عليه الصلاة والسلام حل ماذا قال له؟ قال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون يعني إذا أردت أن تأخذ مثل أجرهم قل مثل ما يقولون فلاك مثل أجر المؤذن طيب المؤذن يأخذ أجر كل من صلى معه أنت تردد خلفه تأخذ مثل أجره تخيل كل يوم أجر مسجد كامل وتخيل أيضا لو كان الحرم وكل مصلي مئة ألف أيضا الله سبحان من جعل بعض الناس أذكياء يعرفون كيف يستخرجون الحسنة عمل بسيط وهو مرتاح فإذا هو قد جمع أكثر من أضعاف أضعاف من تعب أكثر منها كيف بالعلم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات